السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم واهلا بكل اولياء والامور وخبر صار جدا هيفرحكم جميعا بخصوص الامتحانات الدكتور الوزير يا جماعة لغى دلوقتي موضوع ان الترمين يتم دمجوهم مع بعض وتم فصل الترمين بالفعل الحمد لله لكن خلي بالنا من الخبر دلوقتي السيد الوزير اعلن يا جماعة بان يوم سبعة تلاتة ان شاء الله الولاد كلهم بتوصف الثالث الاعدادي هيروحوا المدرسة ويمتحنوا امتحان مجمع امتحان واحد فقط مجمع على غرار امتحانات النقل الامتحان دوت هيدوم كل المواد هيكون في ورقة ورقتهم بالكتير وياخد وقته ما فيش مشكلة يعني مش هزيد عن ثلاث ساعات تقريبا ودي طبعا بشرة صار جدا لكل السادة اولياء الامور وكل الطلبة اللي طبعا عارف ان هم زقطتين دلوقتي من الفرحة يا ربي دائما يفرحكم دايما بالخير وزي ما انا قلت قبل كده لعله خير ان شاء الله وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى جاء بالخير من عنده عايزين بردو نباين يا جماعة بان في ضوابط لهذا الامتحان الامتحان دوت يا جماعة مش هيضاف للمجموع الكامل او المجموع العام للشهادة الاعدادية يبقى المجموع مش هيضاف يا جماعة بتاع الامتحان دوت لكن هو يعتبر في رسوب ونجاح بمعنى اللي هيأثر في شيء ممكن يصاب لقدر الله بالرسوب فاحنا نخلي بالنا ونمتحنه ونهتم يعني به وما ناخدش اليوم ده اجاز لأ لازم نروح المدرسة يا جماعة يوم سبعة تلاتة عشان نؤدي هذا الامتحان وطبعا دلوقتي بالنسبة لالترم التاني سيد الوزير وضح وقال بان درجات الطالب هتحتسب على الترم الثاني فقط يبقى انت ان شاء الله شد حيلك واهتم بالترم التاني وادخل ان شاء الله بعزيمة قوية وربنا سبحانه وتعالى يوفاكم ويكلل جهودنا وجهودكم ان شاء الله رب العالمين على خير ده طبعا الخبر اللي حبيت ازفه لحضراتكم دلوقتي يبقى كده باختصار يا جماعة لازم تروح المدرسة يوم سبعة تلاتة عشان تمتحن امتحان المجمع لكل المواد ما تخافش الامتحان مش هيبقى صعب ولا حاجة لكن عايز منك انت بس ايه جدية واهتمام الامتحان قلنا مش هيضاف للمجموع قلنا اللي هيعتد بي يا جماعة هو الترم الثاني فقط مفيش درجات على الترم الاول لكن هو فيه رسوب ونجاح لكن مفيش ايه درجات تمنياتي ليكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا بس خلي بالك انت وهو الترم الثاني عايز قوة وعايز عزيمة مش عايز لعب مش عايز هزار مش عايز تهريج يلا يا شباب شدي حيالكم وربنا يوفقكم وده الخبر اللي كنت حابب ان انا ايه ازفه لكم وللسادة اولياء الامور كلهم بشة خير والحمد لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى ووفقكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع تحيات مستر محمد السيد وقناته مستر محمد السيد ياريت يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك فيها ياريت انفعل جرس التنبيهات عشان يسركم ان شاء الله كل جديد من اصداراتنا واللايك يا جماعة ارجوك لو سمحتوا اللايك مهم جدا 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 وياريت نعمل شير فورا دلوقتي الفيديو عشان الكل يعرف الخبر ويستفيد ويبشر بالخير زي ما بشرتم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عشان الكلرح وبركاته شكرا